صباح الخير لكل المشاهدين اليوم نهارة 27 تموز 2015 عالم صباح جديد اليوم لأول مرة بحياتي بكل عمل المهني وبكل عمل كصحفية وكإعلامية وكشخص بيشتغل بتليفزيون مستقبل حاسي حالي عم بعمل مجهود كتير كبير لحتى قدر ابتسم تخيلوا أنا لأنتوا بتعرفوا قديش غيدة مجزوب دايما متفائلة دايما بتشوف النص المليان من الكباية دايما شايفي انه شايفي انه الدنيا بيضة دايما شايفي انه الامور كتير حلوة اليوم عم تلاقي صعوبة انه تبتسم تخيلوا حاسي حالي عم بعمل مجهود كتير كبير بديميني شد اللي هيك لحتى قدر ابتسم وقدر سبحكم بالخير لأنه انتوا عم بتقضوا مثلي انتوا زعلانين مثلي انتوا حاسين انه اللي عم تشوفوه مش مقبول بالخالص نحنا الاشخاص اللي بندلم نقول لها الاشخاص اللي قاعدين برا لبنان بعضه بقى الفخير وهو عن جد هالبلد فيه كل شي وبنفس الوقت ما في شي طب شو من عمل معقول هادة اللي عم بيسير معقول هادة اللي عم نشوفه عم نشهده على ترقاتنا بكل المناطق اللبنانية معقول هالتناقض الكبير اللي عم نعيشه شعب مضيف بيجنن بيحب الحياة بيحب كل شي بيحب الناس اللي بيجوا لعنده بيحب اللبنانيين المقيمين بالخارج شخص عنده تواصل مع كل العالم ومين ما بيجي lunين بيقول بدي ارجع اجي lunين وبنفس الوقت ما عنده شي ما عنده رئيس جمهورية ما عنده حكومة ما عنده دولة ما عنده نظام ما عنده أمور عم تمشي على الأرض ما عنده قانون بيتطبق على الأرض من أصغر قانون لأكبر قانون طب شو منعمل؟ شو منعمل؟ شو بتكون نعمل؟ بتكون نضحك؟ بتكون نبكي؟ بتكون نزعل؟ شو بتكون أعمل؟ اليوم حتى سؤال على الفيسبوك ما كان إلي قلب حط شو بدي حط لكم ما في تعليق اليوم؟ معقول أنا غيدة مجزوبة دايما متفقلة وأنتو بتعرفوا قديش التحط ما بدي أعلق اليوم ما بدي أحكي ولا كلمة؟ معقول؟ أنا ما بدي أحكي ولا كلمة؟ يعني لو أنا مريدة ما بيحكي ما معقول ما أحكي ولا كلمة إذا بحصوتي يعني هيدا بتصير بتعب كتير من هالموضوع بقى كيف هيدا الشيء بدو يصير؟ كيف في ناس ما قادرين يوصلوا ع بيوتهم عشغالهم على المناطق اللي بدو يروحوا عليها؟ شو ما كان في واحد معه طفل معه مسن معه يمكن شخص بدو يوصل على المستشفى؟ ما قادر يوصل كلنا عم نعيش معانات كتير كبيرة أكيد أمراض تلوث تلوث بيئة ضجيج وغيرها من الأمور كلنا عم نعيشها وكلنا عم نمرق فيها بس كلنا بنا نفكر بشكل واحد بس بدنا نلاقي حل واحد حل واحد سلمي ما يأثر علينا كمان بطريقة سلبية حل واحد نتفق عليه كلنا سوى لحتى نقدر نقرر أنه عن جد هالبلد بيستهل نكون كلنا إيدنا بإيد بعض مش كل واحد عم يخرب بس لحتى هيك يفش خلقه أو يمكن يعصب أو يفش خلقه لنهار أو نهارين ما في حل بيصير إلا باتحادنا كلنا مع بعضنا ونقدر نلاقي حل واحد يقدر يفشلنا خلقنا ويقدر يوصلنا لنهار أفضل لنهار أبيض لنهار أنضف لنهار عن جد يكون بيحلموا فيه كل ولادنا ونحن منحلم فيه أنه نعيشه نحن مع ولادنا ومش بس بعدين نفكر فيه أنه كيف ممكن يجي ما قدري تقول أكتر من هيك